عايزة بس تمرين التنفس بأصلحنا قدم بنندق اليوم يبقى خلينا نبدأ المزح خلاص طيب خلينا الاول نعود ممكشور ان رجلينا الاثنين على الارض كويس مش كراست نحاول عامل معاكي انا احنا مش هنقوم زي ما احنا عايزيكم ممكن جيبوا قديكم اليمين على قلبكم والشمال على بطنكم انت قلت اليمين اليمين على القلب والشمال على البطن عايزيكم بس ترقبوا لحركة النفس بتاعتكم لما بتتنفسوا بطنكم بتطلع لبرا ولا بتدخل لجوه وانتي بتاخدي نفس ايه ده انا مش عارف هي مفيش صح وغلط بس بوا انت بتاخدي نفس بطنك بتطلع لبرا ولا بتدخل لجوه انتي حسب اي امي بتطلع لبرا بتطلع لبرا انا سبتف مكانها بتنفس طيب في طريق التنفس اسمها الابدومينال بريثنج او اللي من البطن وفي طريقة تانية اللي هي الشاست بريثنج طريقة التنفس السليمة ان احنا لما نبتدي ناخد نفس بطننا بتطلع لبرا ده بيخلي اللونجس او الرئة تقدر تاكسبان ويدخل جسمنا نسبة اكسجن اعلى على عكس طريقة النفس التانية اللي هي اسمها الشاست بريثنج او طريقة تنفس من السدر فاللو انا نعمل كده ده العكس انا بطني دخلت لجوه فده مش صح لان الحجاب الحاجز بيطلع لفوق بالضبط فالمفروض واحنا بنتنفس بالنهار او الصبح او اي وقت ان احنا نتأكد على قد ما نقدر ان في النفس بطننا بتطلع لبرا واحنا بناخد نفسنا البطن بتطلع لبرا او بنعمل الابدومينال بريثنج فاناخده دقيقة نعمله نفضل كده دقيقة بالضبط كده تفضل يتغذي نفسك اوه اوصله على فكرة ان انا بطنيك بيدخل فيها النفس وبيوصل لحاجل حاجل حجاب الحاجز ويتواقف حتى لو انتنشنلي بالضبط انفخي بطنيك يا نا مش عاكلي اعملها بالعكس فعلى قد في الاول بزيج خذيبالك معنا في الكنترول روم زلايلنا بتنفسه معنا ورده او ما كمين يعني معنا كمين الفكرة لو احنا مش متعودين بيبقى طبيعي ان بيبقى فيه زي خلل في التنفس بتعني ان احنا مش متعودين او جسمنا متعود على او متعود ان احنا نفسنا سريع جدا مش بناخد وقتنا في التنفس حقيقي فعادي حتى ده ممكن ياخد وقته لحد ما نعرف نظبط النفس ده هيبقى تمريني النهاردة ان انا لازم اخيل اه اهم حاجة لان التنسف اه ده الصف بعد ما دي تب بالحاجات اللي احنا قلنا عليها ابدأ اعمل التمرين ده قد ايه بالظبط ممكن دقيقة ممكن خمس دقيقة عشر دقيقة على حسب انا عندي وقتة دقيقة حتى لو دقيقة واحدة اتس اوكي ده المانمم بالظبط يعني مش عايزة الناس تحيس لا انا لازم اقعد عشر دقيقة او لازم اعمل حاجة نص ساعة اما مش عاملها خالص لا اعمليها حتى لو انا في مقدرتي اعملها دقيقة واحدة دقيقتين اتس اوكي بس ابتدي حتى لو حاجة بسيطة ايه تاني؟ تنفس عندنا الجورنالينج او التدوين عندنا كمان ممكن نشرب حاجة دافية زي حاجة مهمة جدا قبل ما دخل جسمي كافي او كافيين او اكل محتاجة ان انا اعمل زي مورنين كلانس او زي ديتوكس كده ان د مورنج فممكن اشرب مية بس يعني قبل القهوة لازم حاجة كده لازم حاجة تعدي في السيستم بتاعنا قبل ما ندخله اكل او ندخله كافيين او غيره والمية فعلا بتساعد الواحد ايه ده فعلا؟ او خورس المية هي اساس الحياة في جسمنا واساس الحياة في الكوكب كله ايه تاني؟ فنشرب حاجة مية ممكن حاجة دافية ممكن مية دافية بعسل بلمون ممكن جنجر على حسب كل واحد وطبيعة جسمه ايه؟ جنزبيل جنزبيل بالزبط كده فيفضل تبقى حاجة دافية ما تبقاش مية سقعة ما تبقاش حاجة يعني تبقى رومش حاجة بزطة تبقى ما تخد الجسم ولا سخنة اوى ولا سقع اوي احنا واخدين الجسم او لسه على الهادي وعملين فوق فيه يمكن يسيسنا بيتي اليوم يعني إن شاء الله طيب يقيا في حاجات أكيد برضو بتساعدنا شوي على التركيز إحنا كأمهات وستات طالع عينينا في الحاجات فأنا أنا بقول كلامه هو زي بعض كأمهات وستات طالع عينينا في الحاجات فأشوفت إيه الحاجات إيه التمارين اللي تقدر اليوغا تساعدنا فيها إن إحنا نركز نفوكس على هدف معين أو على فكرة معينة إن إحنا ننجزها صحة أو ننجزها صحة ما بنبقاش بتشتتين أو متوطرين أو عصب ما هيتشتوا التوتر بيعصبوا أكتر لسه أنا كنت مستنية يا نور لقطت فينجان القهوة جاية إمتى بعمل أنا كل ده مستنية ممكن ناخد بعدها كمين فيزيكال براكتس إن إحنا نعمل زي تمارين جسدية أي إن كان سواء اليوغا سواء بمشي سواء معمل أي حاجة لمدة 5 دقيقة 10 دقيقة ممكن أشغل أي فيديو لليوغا أو بعمل مثلا مجموعة بلانكس وكان كور إكسري سايز وبعد كده أقدر أبتدي أعمل أي يا ده ويفضل الكافيين طبعا بعد الأكل ما يبقاش ستيل على أمتي سومك كمان؟ لا إحنا كده اتأخرنا قوي يفضل الكافيين اتأخرنا قوي علي كل حاجة غلط في بديل للكافيين الماتشا الماتشا بياخد نفس الإفاكت بتاع الكافيين وأكتشي أكتر كمان بيقدر مور إيه الماتشا شرحي بس للنيس؟ الماتشا يعني بيبقى من شجر معين ونبتات دي بنقدر نعمل ليه القهوة الخضرة اللي بيقولوا عليها القهوة الخضرة؟ بالضبط طبعا عشان عندنا الشاي اللي أخدر ده معروف قوي ومشهور قوي إنما القهوة الخضرة لسه جديدة يعني آه ما نعرفهاش قوي بذبط الماتشا تتعمل الماتشا مش القهوة الخضرة صح؟ الماتشا مش القهوة الخضرة مختلفة ولونه أخضر بس عنده الإفاكت بتاع الكهوة وأقوى كمان طيب خلينا لليوجا ونرجع للموضوع بتاع التركيز نبعد عن الماتشا دلوقتي خلينا عايزين نركز، عايزين نركز يا أيا طيب إحنا مشكلتنا معظم الوقت إن إحنا مش في دلوقتي إحنا جسمنا موجود بس عقلنا في حتة تانية ودي كلنا ممكن أنا قاعدة معينكم دلوقتي بفكر يا طراحيك وإيه بعض أنا جاعينا إذا كون سوشي ولا فيتزا ممكن مثلا إنتوا تبقوا موجودين هنا بس دماغكم بتفكر زي ما تقولي في البيتك والأولاد فكلنا موجودين جسديا في حتة وعقلنا في حتة تانية خالص ممكن يكون فيها كذا حتة كمان مش حتة واحدة ده مع الأسف فإحنا ما بنبقاش عايشين مش حاضرين ممكن حاجات بتحصل حوالينا وإحنا مش شايفينها ومش حاسينها ومش وفنهيش معاش نهيش فبنلاقي إن إحنا في آخر حياتنا إن إحنا معاشناش مش فاكرة ساعات حد يقولك إنتي سرحانة في إيه تقولينه مش عارفة ورلا بالضبط فالموضوع ده ليه حاجات كتير أو براكسس كتير نقدر نعملها بس فيه حاجتين يقدروا يخلينا دايما في البرزنت مومنت أو في الوقت الحالي أول حاجة فيهم التنفس إن أنا برجع نفسي تاني للنفس وانز إن أنا برجع نفسي تاني أو ببرينج الأويرنس بتاعتي أو الانتباه بتاعي للنفس ده بيبتدي يجيبني أوتوماتيك على البرزنت مومنت على الوقت الحالي اشتركوا في القناة